أن المشكلة أيضاً فيما يعرف بموضوعة المحاصصة كثير من القوى السياسية حتى حينما تجد الفاسد الذي ينتمي إلى حزبها أو مكونها سواء كان في محافظة أو في سلطة تنفيذية علياهم يحاولون أن يدارون هذا بل إن أحد زعماء الكتل كان يتحدث في يوم من الأيام قال أنني كنت أقف بالضد من استدعاء أي وزير كون أن هذا الشخص يمثل حزبي إذن هناك خلل في مفهوم إدارة الدولة حينما نصل إلى مرحلة بطريقة ما في أننا نحاسب الفاسد هنا أتحدث حتى عن دور التثخيف في المدارس في الجامعات غيره وبالتالي نستطيع أن نواجه الفساد لكن المشكلة اليوم لا أتحدث عن طبقات عليا في الدولة العراقية والدليل على كلامي أننا اليوم في دولة تكون فريدة بالعالم حينما نتحدث عن مليارات من الدولارات هناك فاسدين هناك كتل ولكن حينما يكون مدير منفذ حدودي قد استطاع أن يحقق ما يقارب 70 مليار دينار بمعنى هذا هو استطاع أن يحقق ما يقارب 50 مليون دولار هذه في مفهوم الفساد أرقام كارثية لأن ما وصل إليه من هذه المبالغ هو بفعل أقول له باع طويل في المسؤولية والسؤال كان يطرح أمامنا لماذا لم يسأل هذا الجانب الجانب الآخر جزء من عملية مكافحة الفساد أقولها موضوع الأتمة وموضوع المسائلة حتى موضوع مسائلة من أين لك هذا اليوم نجد هناك وزارات فيها قيادات معينة من كان لا يمتلك شروى نقير اليوم ملكيته لا تقل يعني حقيقة ما يقارب 5 مليار 6 مليار وهو يسير في وضع طبيعي من فوضية أي حل نزاحة تحدثت عن نقطة مهمة كان لديها تحديات كبيرة نعم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر